ما أن فتحت سلطات إقليم كردستان معبر القابور الحدودي مع سوريا في أقصى شمال العراق حتى غصت محافظات الإقليم الثلاث بأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الأكراد هذه الأعداد أربكت تدابير حكومة الإقليم التي لم تتعود على إيواء ومساعدة هذه الموجات البشرية الكبيرة الهاربة من سوريا وصل عدد اللاجئين السوريين من بدء أوضاع السوريين للاجئين إلى يومنا هذا داخل إقليم كردستان أكثر من 206 ألاف لاجئ لم يكن في إقليم كردستان قبل عام من الآن سوى مخيمين للاجئين السوريين أما اليوم وخلال الأيام العشرة الماضية فقط اضطرت حكومة الإقليم إلى تجهيز ثمانية مخيمات جديدة ستة منها في أربيل واثنان في السليمانية بالإضافة إلى مخيمي دوميز ومقبلي في دو هوك والأول هو أكبر مخيمات اللاجئين في الإقليم المفاوضية العليا لشؤون اللاجئين تخطط مسبقا ونحن لدينا خطط بديلة ونخطط لمواجهة الأسوأ ونأمل أن لا يحدث ولكن في حال حدوثه سيأتي الكثير من الناس عبر الحدود وسنكون هنا لمساعدتهم بالتعاون مع الحكومة ومنظمات أخرى وكانت سلطات الإقليم قد أعلنت أنها بصدد إنشاء عدد جديد من المخيمات مع استمرار الحرب في سوريا وتصاعدها حكومة إقليم كردستان وضعت كل إمكانياتها في حالة استنفار قصوى وطالبت وزاراتها بتخصيص 20% من ميزانيتها لدعم جهود إغاثة اللاجئين السوريين بالإضافة إلى حملات التبرع الكبيرة للأكراد العراقيين ورجال الأعمال طارق ماهر سكاي نيوز عربية من مخيم بحرك شمال غربي مدينة أربيل اشتركوا في القناة